تنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اشتركوا في القناة احضرت مجموعة هدايا واعطتها جنود عندها قالت اذهبوا اعطوها سليمان هذه هدية اذا قبلها وفرحوا بدأ يفتح الهدايا عرفنا الرجل صاحب مال وهدايا نعطيه جزية نعطيه اي شيء ونبقى نعبد الشمس فلما جاء سليمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم يقول الرسول اللي جاء بالهدايا ارجع انت هديتك لقومك روح ما اريدها ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها اذلة وهم صاغرون نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها قيل يعني ارسل جيشا طويلا عظيما يصل اوله الى اليمن واخره لا يزال عندي ماسك سراء يمشي من عظم الجيش المرأة جاءها الكلام هذا قالت لا لا خلاص ارسلت الى سليمان قالت انا جاية انا جاية اتفاهم معك فلما علم انها قادمة اراد يريها ايه ليبين لها عظمة ملكه اللي اعطاه رب العالمين وان هذا الملك بفضل الله مه بقوتي قال يا ايها الملأ ايكم يأتيني بعرشها قبل ان يأتوني مسلمين مسلمين يعني مستسلمين لي ليس شرط انهم مؤمنون يأتوني مسلمين بدأ اللي عنده كيف نجيب العرش كيف نجيب العرش قال عفريت من الجن عفريت عظيم انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك واني عليه لقوي امين يعني انت تجلس عادة من بعد طلوع الشمس الى المغرب تحكم بين الناس العرش يكون عندك قبل لا يأتي المغرب قبل لا ينتهي دوامك العرش عندك قال سليم الله هذا كثير انتظر خمس ساعات كثير قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك قيل يرتد اليك طرفك يعني قبل ما تطرف بعينك وقيل انك الان وانت جالس تنظر الى شخص بعيد اقصى مسافة ممكن يراها بصرك مثلا ثلاثة كيلو هالثلاثة كيلو يحتاج الشخص حتى يقطعها اليك عشر دقائق انا اتيك به خلال هالعشر دقائق انظر الى فلان اللي بعيد قبل ما يصلك ترى العرش عندك من اليمن انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال قال هذا من فضل ربي شوف الشكر كيف يزيدك في النعمة كل ما رأى نعمة قال من فضل ربي من فضل ربي قال هذا من فضل ربي ليبلوني عشان يختبرني اشكر اما اكفر ومن شكر فانما يشكر لنفسه ومن كفر اللي ما يشكر فان ربي غني كريم ثم طبعا الذي عنده علم من الكتاب قيل انه رجل صالح كان عند سليمان وكان يعرف اسم الله الاعظم فقام وصلى ركعتين ودع الله به واسم الله الاعظم اختلف اهل العلم فيه والذي يظهر ان اسم الله تعالى الاعظم هو الحي القيوم وقد رجح هذا شيخ لسام بن ثيمية وابن القيم وجمع من اهل العلم لان النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اسم الله الاعظم في ثلاث سور من كتاب الله في البقرة وآل عمران وطاها ففي البقرة الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي آل عمران الاف لام ميم الله لا اله الا هو الحي القيوم وفي طاها وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلماء ان ربي غني كريم قال نكروا لها عرشها غيروا العرش شوي نرى هل هي امرأة ذكية وتهتدي او لا لا نكروا لها عرشها غيروا الاحمر ضعوه اصفر والاصفر خلوا ازرق والاسود خلوا ابيض غيروا العرش نكروا لها عرشها ننظر اتهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت سليمان لما غير في العرش امر الجن والصناع اللي عنده فصنعوا له صفايح زجاج ثم امرهم فصنعوا له اعمدة زجاج وجاء ونصب الاعمدة ووضع فوقها صفايح الزجاج واجرى من تحتها الماء وحطوا العرش فوقها فكان الذي يرى العرش يظن العرش يسبح فوق الماء لان اعمدت زجاج وصفايح زجاج فلما جاءت قيل اهكذا عرشك قالت كأنه هو واؤتين العلم من قبلها وكنا مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله انها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فضلي على العرش فلما رأته حسبته ايش لجة حسبته ماء متراطما ما انتبهت لأعمدة زجاج زجاج ايش الملك هذا اللي عندك حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قيل ذكر بعض المفسرين من الاسرائيليات عموما نحن لا نصدقها ولا نكذبها الاسرائيليات لكن نوردها استئناسا بها قيل ان الجن لما علموا ان سليمان سوف يدعو بلقيس الى الاسلام خافوا انها تدخل في الاسلام ويتزوجها فيعظم ملك سليمان يصير ملك في الشام وملك في اليمن فيزداد قوة عليهم فقالوا له يا نبي الله لما اقبلت بلقيس جاية قالوا لا تتزوجها حتى لو اسلمت قال لماذا قالوا ان امها جنية ودليل ذلك ان ساقيها ساق عنس ها هذا دليل ان امها جنية فقيل ان سليمان صنع ذلك لتكشف ساقيها ليتأكد وكشفت عن ساقيها قال انه صرح ممرد يعني مصف ومصلح من قوارير لما رأت هذا الملك ايقنت انه ليس ملك بشر هذا من الله تعالى هذا صنع جن ما هو صنع آدميين قالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين هذا ما ذكره الله تعالى في قصة سليمان العظيمة وقد كان ينبغي لنا الوقوف على اشياء عظيمة منها اولا الهم للدعوة الى الله وانكار المنكر الذي كان موجودا في قلب الهدهد كان الاصل ان نقف عنده وقفة طويلة كذلك طبيعة كتابة الرسالة من سليمان في مناصحة المرأة ان الرسالة اليوم اسلوب نسالي بالدعوة الكتابة التأكد من الخبر قبل ان تتخذ طرقا حيانا بعض الناس يأتي خبر عن صديقك عن زميلك عن زوجتك عن ابنك تأكد قبل ما تتخذ قرارات معينة سننظر صدقت ام كنت من الكاذبين كان ينبغي الوقوف ايضا على تعبد الرجل الصالح الذي عنده سليمان الذي دعا الله فاستجاب له وكيف ان عبادته نفعته لما احتاج كان ينبغي ايضا نتكلم عن اثر الهدية في قلوب الناس الذي فقهته بلقيس